توجيه رسالة واضحة إلى رؤساء الدول الأفريقية الذين سيجتمعون غدا في هذه سبابة بأن يقفوا صفا واحدا من أجل أن تكون أفريقيا قارة حرة مستقلة عن المستعمر السابق وأن يوضحوا للعالم أن الأفريق تجاوزوا عصر الاستعمار وعصر التبعية وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الشعبية العامة في كلمته بسم الله الرحمن الرحيم المجد لأفريقيا العظيمة المجد للأفارقة الأحرار المجد لمن قاتلوا في سبيل الحرية وانتصروا لأنفسهم ولأوطانهم المجد لكم أيها السود الملؤون بالعزة والفخار أفريقيا التي تعرفوا جيدا ما هو الغرب الأفريقية التي تعرفوا جيدا منها الأفريقية التي تعرفوا جدها الأفريقية التي تعرفوا جدها السوداء والأفريقية التي تعرفوا جيدا منها الأفريقية التي تعرفوا جيدا منها الأفريقية التي تعرفوا جيدا منها الأفريقية التي تعرفوا جيدا منها أفريقية وحرية إلى الأمام. وأفريقيا تستطيع أن تصنع مستقبلها ومستقبل شعوبها لوحدها. أما المستعمر السابق الذي يريد أن يعود إلى أفريقيا اليوم فنقول له أحلامك هذه لن تتحقق أبدا لأن رجال أفريقيا ونساءها هم أسود في المعركة معركة التنمية ومعركة البناء والحرية لأن المعركة الأفريقية والأفارق الأحرار ليسوا مرتزقة المرتزقة الحقيقيون هم الناتو المترجمات الأفريقية لأن المرتزقة الحقيقيين لأن المرتزقة الحقيقيين هم الناتو الناتو هو الذي دفعت له شركات السلاح وشركات إعادة الإعمار والدول النفطية الغنية المليارات لكي يأتي ويضرب المترجمات التعامل هم الترجمات الأحرار هم الناتو Zeiten أما ليبيا أيها السادة أما ليبيا أيها السادة فهي البوابة الشمالية لأفريقيا و هي التي ساعدت في قيام حركات التحرر في أفريقيا كلها و بينما كانت حكومات أوروبا تدعم أنظمة الفصل العنصري في أفريقيا كانت ليبيا تدعم الأفارقة أهل القارة الأصلين عندما كان الأفريقيا تدعم أنظمة الفصل العنصري في أفريقيا و في أفريقيا تدعم أنظمة الفصل العنصري في أفريقيا و كان الأفارقة و ما زالوا يدرسون في الجامعات الليبية و يعملون جمبا إلى جمبا إخوتيات يعملون جمبا إخوتيات الليبيين يعملون جمبا إخوتيات الليبيين و ليبيا هي بلد أفريقي بالدرجة الأولى و ليبيا هي بلد أفريقيا و مصير أفريقي مرتبط بمصير ليبيا و ليس بمصير أوروبا لأن شهوته للسلطة والثروة الأفريقية ما زالت موجودة و من أفريقيا لأن المعارضة الأفريقية ومن المعارضة الأفريقية تترين على مستعمر الامر ومن المعارضة الأفريقية أيها الأفريقاء الأفريقاء لا تصدقوا كذبت المستعمر السابق الذي أصبح صديقنا اليوم لا تصدقوا المسيح ورسة للإمبارضية لو احترموا أفريقيا لو كانوا يحترمون أفريقيا والأفارقة لا سمحوا للاتحاد الأفريقي أن يقدم ويدعم ويفعل مبادرته من أجل السلام في ليبيا ولكنهم رفضوا هذه المبادرة الأفريقية لأنها تمثل العقلية الأفريقية والثقافة الأفريقية وتمثل المستقبل الأفريقي هم يعتبرون أفريقيا غير قادر على الحالة المشاكلة هل إذا حدثت مشكلة في بلجيكا أو في فرنسا يأتي الاتحاد الأفريقي لأحلها؟ أليسا الاتحاد الأوربي هو من أحلها؟ أحلها الاتحاد الأفريقية وأنتم تنتمون إلى كل الدول الأفريقية في ليبيا أحلها الاتحاد الأفريقية أقارة حرة مستقلة عن المستعمر السابق ويجب أن نوضح للعالم أن الأفريق تجاوزوا عصر